وللمزيد بشأن المشهد السياسي وينضم إلينا من بغداد رئيس مركز التفكير السياسي الدكتور إحسان الشمري دكتور بداية أهلا بك السيناريوهات المتوقعة لما بعد زيارة الأربعينية الكل ينتظر هذه الزيارة هل ستنجح القيادات السيادات السياسية بتشكيل حكومة يرضى عنها صدر تفضل شكرا على استضافة هناك ثلاث سيناريوهات الأول هو ما تقوم به الأطراف المتبقية في العملية السياسية بمفاوضات تشكيل الحكومة وهذه المفاوضات يمكن أن تنتج إذا ما توفرت أو امتلكت الثلثي أعضاء مجلس النواب على مستوى النص الدستوري فبالنهاية ستمضي باتجاه تشكيل الحكومة لكن هذا فيه ارتدادات كبيرة جدا على اعتبار أنه يمثل تحديا كبيرا ليس فقط للتيار الصدري زعيمة بل حتى لقوات الشرين التي تستعد للانتخابات السيناريو الثاني هو فيما يرتبط بتريث سياسي في مفاوضات التشكيل ومن ثم الوصول إلى مساحة مشتركة مع زعيم التيار الصدري وهذا قد يكون الأقرب خصوصا في ضد تسريبات عن موجود وفد سيزور مقر رقامة زعيم التيار الصدري والسيناريو الثالث هو في حال كان هناك ذهاب لتشكيل الحكومة واثنما أشرت في السيناريو الأول بعيدا عن وجود لحظة توافق فعملية التصعيد ستكون حاضرة من وجهة نظر التظاهرات عزل البرلمان وحتى عصيان مدني إذا ما شكلت الحكومة من قبل الإطار التنسيقي ترجمة نانسي قنقر